قومه وجرائمهم دعوته لهم وتكذيبهم له الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالق الإصباح والنور والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة سيكون عن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه المشهور في نسبه عند أهل الكتاب والنسابين أنه لوط ابن هاران ابن تارح فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يكون عما له لأن المشهور أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو ابن تارح الذي أيضا يقال له آزر كما جاء ذلك مصرحا به في كتاب الله جل وعلا لوط صلوات الله وسلامه عليه ذكر في القرآن سبعا وعشرين مرة وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم لما دعا إلى الله جل وعلا لم يؤمن به قومه بل كفروا به وعدوه وقد ذكر الله جل وعلا أن لوط كان ممن آمن به فقال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي فهاجر إبراهيم بأهله وهاجر معه لوط ابن أخيه ويقال له لوط ويقال له لوط أن يصرف ولا يصرف كما هو الحال في هود كما قلنا يكون ممنوعا من الصرف ويجوز فيه الصرف كذلك فلوط ونوح وهود يصح فيهم الأمران أي يصح فيهم الصرف وعدم الصرف فتقول رأيت لوط ورأيت لوطا وقال لوط وقال لوط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشاهد أن لوط صلوات الله وسلامه عليه هاجر ما عنه من العراق من بلاد الرافدين إلى الشام واستقر على المشهور إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في فلسطين وذهب لوط إلى قرية سدوم في الأردن وهو مرسل كما قال الله جل وعلا وإن لوط لمن المرسلين بعث نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه إلى قوم بلغوا غاية السفة والجهل ودناءة الأخلاق وكانوا يجمعون إلى الانحطاط بالأخلاق قلة الحياء وممارسة المنكرات التي تستقبحها ولا ترتضيها الفطار السليمة وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعله ذكراً وأنثى وجعل في الذكر ميلاً إلى الأنثى وجعل في الأنثى ميلاً إلى الذكر وجعل في تركيب الذكر وتركيب الأنثى قابليةً لاجتماعهما مع بعض وجعل منهما النسل وقد يحدث أن يشذَّ بعض الناس عن هذه القاعدة فيميل الذكر إلى الذكر وتميل الأنثى إلى الأنثى وإذاك يقال عنهم شواذ لأنهم خارجون عن القاعدة وخارجون عما عليه عامة الناس وإذاك يقال لهم شواذ وهذا شيء وارد أما أن يشذَّ المجتمع كله أن يكون المجتمع كله شاذًّا فهذا هو الشيء الغريب وهذا هو الذي وقع مع لوط صلوات الله وسلامه عليه وقومه وهذا الشذود لا شك أنه مدعاة لزوال الناس وانتشار الأمراض وفساد المجتمعات بل انقراضها وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى ويسر المفاسد المترتبة على مثل هذا الأمر قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي لولا أن الله ذكر ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكراً ينز على ذكر لكن لما ذكره الله بالقرآن علمت أنه حق وإذلك الفطر السليمة تستنكف وتستنكر مثل هذا الأمر قال الله جل وعلا عن قوم لوط كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون هذه دعوة لوط صلوات الله وسلامه عليه يخبر الله جل وعلا أن قوم لوط كذبوا المرسلين وقد ذكرنا في قصة نوح وهود وصالح أنه من كذب رسولاً واحداً فهو كمن كذب جميع الرسول وإذا قال الله جل وعلا عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوحاً هو أول رسول ومع هذا قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين لأنه كما قلنا من كذب رسولاً واحداً فكأنما كذب الرسل بل كذب الرسل جميعاً وإذا قال الله عن قوم لوط هنا كذبت قوم لوط المرسلين طالما أنهم كذبوا لوطاً إذن كذبوا إبراهيم وكذبوا نوحاً وكذبوا محمداً وكذبوا موسى وعيثا وكذبوا جميع المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط وهذه أخوة الطين كما قلنا لأن الأخوة أخوتان أخوة الطين وأخوة الدين أخوة الطين ينسبها الله تبارك وتعالى للناس وللمرسلين مع أقوامهم وأما أخوة الدين فهي لا تكون إلا بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة هذه أخوة الدين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين أمين فيما أقول وأدعو إليه من عند الله تبارك فلا أزيد ولا أنقص ولا أكذب على الله جل وعلا فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر وهكذا جميع المرسلين ما سألوا أحدا أجرا أبدا وإنما أجرهم على رب العالمين سبحانه وتعالى ثم قال لهم أتأتون الذكران من العالمين إذن جمعوا كفرا وأمورا شنيعة أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ولذلك قال لهم لوط صلوات الله وسلامه بل أنتم قوم عادون ترى ماذا كان جواب قومه قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين وتالله لقد جاءوا بحجة غريبة لإخراج رسولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون جريمة لوط وجريمة أهله أنهم أناس يتطهرون أناس لا يتدنسون ولا يخوضون الوحلة الذي خاضه قومهم فصار ذلك مدعاة لذمهم فجعلوا غاية المدح ذما بل والله لا يمدح في قوم لوط إلا لوط وأهله الذين امتنعوا عن هذه الفاحشة فصار ذلك ذما لهم وهذا دليل على فساد الفطرة عند قومه وما دفعهم إلى ذلك إلا اللجاج والعناد والعياذ بالله فكان الله جل وعلا في عون المصلحين من الأنبياء والدعاة كيف يتهم المصلح بمثل هذه التهم إنهم أناس يتطهرون جمع قوم لوط معاصية كثيرة أول معصية هي الكفر بالله جل وعلا الكفر بلوط صلوات الله وسلامه عليه وإذا قال الله جل وعلا عنهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية والمؤتفكات هم قوم لوط وسموا بالمؤتفكات لقلب بلدهم عليهم من الإفك وهو قلب الخبر عن وجه الصحيح إلى وجه الباطن إذن جريمتهم الأولى التي بها كفروا وبها عذبوا هي الكفر بالله جل وعلا ولكنهم جمعوا مع هذه الجريمة الكبرى جرائم أخرى كبيرة ولكنها لا شك أصغر من هذه الجريمة العظمة من هذه الجرائم التي لم يسبقوا بها وصاروا مثلا فيها ما قال لهم نبيهم لوط صلوات الله وسلامه عليه أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر أئنكم لتأتون الرجال وهي الفاحشة التي عرفوا بها يأتون الرجال دون النساء وتقطعون السبيل يقطعون الطريق على الناس على المسافرين لقتلهم وأخذ أموالهم والاعتداء عليهم وتأتون في ناديكم المنكر ذهب كثير من المفسرين إلى أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا يستحون من ذلك كما هو فعل الكفار الآن في الغرب يتضارطون في مجالسهم ولا يأبه أحد لأحد وقال آخرون من أهل التفسير عن إتيانهم في ناديهم المنكر قالوا عموم المنكرات من الأقوال والأفعال الشائنة وذكر من فساد أخلاقهم ما جاء أن أحدهم ويقال له لعازر ضرب بحجر فذهب إلى القاضي يشتكي وأمسك الذي ضربه وذهب إلى القاضي وقال هذا ضربني بحجر فشج وجهي فقال الضارب بل أنا الذي أشتكي أريد مالا عوضا على ضربي له أنا ضربته بالحجر وأريده أن يعوضني على ضربي له بالحجر فنظر القاضي فقال نعم عوضه انتكاسه تام هذا القضاء عنده فقال له عوضه لأنك كلفته أن حمل حجرا وضربك عوضه فقال هكذا حكمك قال نعم فأخذ حجر وضرب القاضي فشج وجهه قال خذ حسابك منه أنا لي أيضا فضل على القاضي حاسبه أيها القاضي ثم خرج وترك القاضي والمجرم الثاني الذي معه بل ترك المجرمين معا ذكر الله جل وعلا أنه أرسل الملائكة إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه ومرت هذه الرسل على إبراهيم في طريقها إلى لوط كما قلنا إن إبراهيم عم لوط وخرج مع المهاجرين من العراق إلى الشام واستقر إبراهيم في فلسطين وذهب لوط إلى الأردن فمرت الرسل على إبراهيم وبشرته بإسحاق هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين يعنون قوم لوط صلوات الله وسلامه عليه فهم إذن لما أتوا لوطا صلوات الله وسلامه عليه مروا قبله على نبي الله إبراهيم وقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا ابن أخي آمن بي وهو رسول كريم قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها ندري أن فيها لوطا صلوات الله نحن أعلم بمن فيها لا تهتم يا إبراهيم لننجينه وأهله إلا امرأته كانت فيها الغاقل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين فترك الملائكة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلام واتجه إلى قرية لوطا وذكر أنهم لما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال لهم إبراهيم أتهلكون قرية بها خمسون مسلما قالوا له قال أتهلكون قرية فيها ثلاثون مسلما قالوا له قال أتهلكون قرية فيها عشرة من المسلمين قالوا له قال أتهلكون قرية فيها مسلم واحد قالوا له قال فإن فيها لوطا قالوا نحن أعلمين بمن فيها ثم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا صك الموضوع انتهي عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك حسن الموضوع حسن إنه قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود انتهى قضي الأمر سكت إبراهيم صلوات الله وسلام انطلقت الرسل إلى لوط صلوات الله وسلامه عليه دخلوا قرية لوط قيل إنهم وجدوا ابنته فاستغربتهم وقالت من أنتم قالوا ضيوف فقالت مكانكم وكانت تعلم أن قومها يعملون الفاحشة بالرجال فذهبت إلى أبيها فقالت يا أبتي إني رأيت رجالا حسان الوجوه ليسوا من أهل هذه البلد وإني أخاف عليهم من أهل بلدنا فانظر في حالهم فذهب إليهم صلوات الله وسلامه عليه وقال ما جاء بكم وبدأ يذكر لهم أن هذه البلد أهلها خبيثون لا يحسنون استقبال الضيوف ولم يصرح لهم بما يفعله أهل هذه البلد ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وليست هذه عادة الأنبياء مع ضيوفهم ولكن الأمر أعظم من ذلك أعظم من أن يكونوا مجرد ضيوف بل إن لوطا سيئ بهم لما يخافه عليهم من اعتداء قومه على أعراضهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ضاق صدره صلوات الله وسلامه عليه وقال هذا يوم عصيب والمشهور أن هؤلاء الضيوف هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وكانوا يتصورون بصورة البشر وكانوا حسان الوجوه وهكذا الملائكة إذا تشكلت بصورة البشر فإنها تتشكل بصور حسنة والشياطين تتشكل بصور أبيحة وكان قوم لوط قد نهوه عن الضيوف وهنا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وهذا يدلنا على أمر عظيم ألا وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه لا يعلمون الغير وإلا كان لوط علم أن هؤلاء ملائكة لكنه لا يعلم الغير ولذلك سيئ بهم وضاق بهم ذرعا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يفعل؟ أدخلهم بيته جاءه قومه يهرعون إليه وقالوا لأ أولم ننهك عن العالمين أما نهيناك؟ أما قلنا لك لا تضيف أحدا؟ أولم ننهك عن العالمين؟ حاول لوط صلوات الله وسلامه عليه أن يعتذر بأن هؤلاء الضيوف وأنه يجب عليهم أن يحترموا هؤلاء الضيوف قال يا قوم هؤلاء بناتي كنا أطهر لكم إن كنتم صادقين يقول الله جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه يهرعون مسرعون كيف عرفوا؟ قالوا أخبرتهم زوجته وهذه خيانتها للوط خانته في الدين كما قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة الدين وكانت إذا رأت مثل ذلك أشعلت نارا حتى يعلم قومها بوجوده أولئك الضيوف فهذه خيانتها للوط خانته في الدين ولم تخنه في عرضه فإن الله جل وعلا حمى الأنبياء من أن تلطخ أعراضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن ما هي خيانة الدين جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد هنا أولوط صلوات الله وسلامه عليه أو آوي إلى ركن شديد ما معنى هذا الكلام لو أن لي بكم قوة أدفعكم بها أو آوي إلى ركن شديد قيل أو هنا على ظاهرها لو أني أجد قوة أدفعكم بها أو تكون هناك قبيلة ركن شديد آوي إليه أيضا يدفع عني شركم أو آوي إلى ركن شديد وقيل إن أو هنا بمعنى بل فتكون للإضراب كما في قول الله تبارك وتعالى عن الكفار ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بمعنى بل أشد قسوة ولذلك ذكر فضل الحجارة على قلوبهم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فتكون هنا أو بمعنى بل ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة بل أشد قسوة أي من الحجارة ويكون كذلك قول لوطن هنا صلوات الله وسلامه عليه لو أن لي بكم قوة أي أدفعكم بها ثم رجع وقال بل آوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى بل آوي إلى ركن شديد أي يخبرهم أنه يأوي إلى ركن شديد وأن الله سينجيه وهذا من تمام اليقين بالله جل وعلا وفي قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال القول الأول أراد بناته لصلبه يعني خذوا بناتي لصلبي ولا تأخذوا ضيوفي قال أهل العلم لأن هذا هو ظاهر القرآن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم خذوا بناتي أطهر لكم أي تزوجوا بناتي هن أطهر لكم ولا يريد أزنه ببناتي فإن الإنسان يموت في الدفاع عن عرضه فكيف بنبي كريم ولكن كأنه أرشدهم إلى الحلال الطاهر هؤلاء بناتي هن أطهر لكم خذوا تزوجوا بناتي وأفرغوا فيهن ما أردتم من شهر هن أطهر لكم قال ويدل على هذا كذلك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته زوج بناته لكافرين فزوج رقية وأم كلثوم لعتبة وعتيبة ابني أبي لهم قالوا ولعل هذا في شرع من قبلنا أي في شرع لوط كان يجوز للمؤمنة أن تتزوج الكافر ومع أن لوط لم يكن له بنات كثيرات وإنما أراد أن يتزوج بناته رؤساء القوم اثنان أو ثلاثة من رؤساء القوم يتزوجون بنات لوط وينتهي الأمر فهذا هو القول الأول وهو أن قول لوط صلى الله عليه وسلم هؤلاء بناتي أن يريدوا أن بناته أطهر لذلك القول الثاني أنه ما أراد بناته لصلبه وإنما أراد ببناته بنات القرية بشكل عام كما في قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وجاء في قراءة ابن مسعود وهو أب لهم فيريد ببناته أي بنات القرية لأن النبي هو أب أهل القرية فيريد بالبنات هنا بنات القرية جميعا قالوا والدليل على ذلك أن النبي لا يزوج بناته لكفار ثم كذلك هو المشور أن نلط له ابنتان وقيل ثلاث بنات وهل تكفي ابنتان أو ثلاث لجميع أهل القرية وإنما أراد جميع بنات القرية قالوا كذلك ولأن النبي لا يزوج بناته لكفار القول الثالث قريب من القول الثاني وأنه لا يريد أن يزوجهم بناته ولكنه قالها من باب الإلزام قالوا كمثل أن يضرب رجل رجلا فتأتي للضارب وهو يحترمك ويقدرك فتقول له لا تضربه فيستمر في ضربه يقول لا تضربه اضربني أنا وأنت تعلم علما اليقينه لن يضربك لمكانتك عنده فتقول اضربني أنا إن كنت لابد فاعلا فاضربني أنا اقتلني أنا بدله وأنت تعلم علما اليقين أنه لن يضربك ولذلك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يعني لماذا تقول هؤلاء بناتي وأنت تدري وتعلم علما اليقين أنه ليس لنا في بناتك من حق وهذا لعله أقرب الأقوال في هذه المسألة وهو كما قال النبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما اختلفت المرأتان في طفل كل واحدة تقول هذا ولدي فقال سليمان اتوني بالسكين أقطعه نصفين وكل واحدة تأخذ نصف منه ولا يريد قطعه قطعا ولكن أراد أن يختبر ردة فعل المرأتين فقالت إحداهما نعم اقطعه وقالت الأخرى لا تفعل هو لها وهو لا يريد قطعه وإنما قالها من باب الإلزام فكذلك هنا يكون لوت صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا الكلام من باب الإلزام لا من باب التقرير ما أراد هذا على حقيقته صلوات الله وسلامه عليه وهنا أيضا في قوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم منهم يعني من قيل إنه يخاطب الملائكة الضيوف الذين دخلوا عليه لما حوصر في بيته وطرقوا عليه الباب بل أرادوا أن يكسروا الباب عليه التفت إلى ضيوفه وقال لو أن لي بكم قوة لكنت رددتهم لكنت منعتهم لكن ما تصنعون أنتم ثلاثة وأنا رابعكم هذه قرية كاملة جاءت لي تأخذكم لو أن لي بكم قوة لرأيتم كيف أصنع وكيف أجهر عنكم أو أنه كان يخاطب قومه يقول لقومه لو أن لي بكم قوة فيحتمل الأمران يحتمل أنه يخاطب قومه ويحتمل أنه يخاطب الضيوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجل والآن لو وضع الواحد منا نفسه مكان لوط صلوات الله وسلم وجاءه ضيوف وجاءه قومه يريدون فعل الفاحشة به بالله عليكم كيف يصنع الواحد منه كيف يكون شعوره في مثل هذه الحالة لا شك أن الأمر عصيب فرحم الله نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم حاول لوط صلوات الله وسلامه كذلك أن يستثير في قومه النخوة والمرؤة فقال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي والخزي هو فضح الإنسان أمام الناس هذا الخزي أن يفضح أمام الناس قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد واحد واحد فقط يمنع القوم يردهم يدافع يتكلم وهذا يدلع أن المجتمع ذاك كان فاسدا كله أليس منكم رجل رشيد وهو كما قيل تجاب لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما ردوا عليه والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين لوط وقومه والخوف الذي اعترى لوطا صلوات الله وسلامه عليه وقوله هذا يوم عصيب وقومه يطرقون عليه الباب أولم ننهك عن العالمين سلم إلينا هؤلاء الرجال اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي والضيوف في منتهى الهدوء ومنتهى السكون لا يهتمون إلى ما يجري بين لوط وقومه صلوات الله وسلامه عليه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد عذاب قوم لوط نبذة عن جريمة قوم لوط وانتشارها بين الناس في زماننا موقف الشريعة من تلك الجريمة وعقوبة فاعلها العبر والدروس المستفادة وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم حاول اللقاء صلوات الله وسلامه كذلك أن يستثير في قومه النخوة والمرؤة فقال فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي والخزي هو فضح الإنسان أمام الناس هذا الخزي أن يفضح أمام الناس قال فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد واحد فقط يمنع القوم يردهم يدافع يتكلم وهذا يدل أن المجتمع ذاك كان فاسدا كله أليس منكم رجل رشيد وهو كما قيل تجاب لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما ردوا عليه والغريب أن أولئك الضيوف مع هذا الحديث الذي كان يدور بين لوط وقومه والخوف الذي اعترى لوطا صلوات الله وسلامه عليه وقوله هذا يوم عصي وقومه يطرقون عليه الباب أولم ننهك عن العالمين سلم إلينا هؤلاء الرجال اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي والضيوف في منتهى الهدوء ومنتهى السكون لا يهتمون إلى ما يجري بين لوط وقومه صلوات الله وسلامه عليه هنا هونت الضيوف على لوط الأمر لما قال لقومه أليس منكم رجل رشيد هؤلاء بناتي هن أطهر لكم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أولم ننهك عن العالمين هنا التفت الضيوف إلى نبي الله لوط وقالوا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك اطمعين إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ولذلك الأمر كلما ضاق واشتدت المحنة جاء الفرج بل يأتي الفرج كالغيث ينزل على الأرض بعد أن اشتدت حاجتها إليك تذكرون السنية يوسف صلوات الله وسلامه ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس غيث ولذلك لما اشتد الأمر على لوط جاءت النجاة يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك في الآية الأخرى قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين يقول الله جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر وذلك أنهم لما حاولوا كسر الباب على لوط صلوات الله والدخول عليه خرج إليهم جبريل صلوات الله وسلامه عليه فضرب وجوههم بطرف جناحي فطمس الله أعينهم طمست أعينهم فصاروا يتدافعوا ويصطدم أحدهم بالجدار لا يدرون أين يذهبون ثم رجعوا إلى بيوتهم وهددوا لوطا وقال نأتيك غدا نأتيك غدا أما نرى شيئا سنأتيك غدا وتوعدوه صلوات الله وسلامه عليه عندها بعد أن انصرفوا وهدأت الأمور واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وهنا قولهم أليس الصبح بقريب وذلك أن لوطا صلوات الله بعد هذه المحنة الشديدة وكيف أنه كما قلنا وقف ذلك الموقف العصيب قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح قال لهم لوطا فالآن لماذا الصبح الآن فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب موعدهم الصبح والصبح قريب لأن الأمر ليس بيذ الملائكة الملائكة رسل الأمر لله من قبل ومن بعد سبحانه وتعاله ولكن هونوا عليه الأمر لما قال لهم طيب الآن إذا كنتم ستهلكوهم الآن قالوا له أليس الصبح بقريب تنتظر حتى يأتي الصباح وهنا في قول الله تبارك وتعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني تكون على الفتح وتكون على الضم قراءتان سبعيتان صحيحتان ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك على قراءة الفتح تكون الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي لا تسر بها فيكون الاستثناء من فأسر بأهلك فيكون فأسر بأهلك إلا امرأتك أتركها فأسر بأهلك إلا امرأتك هذا على قراءة فتحتها أما على قراءة الضم فيكون معنى الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت إلا امرأتك فلتلتف فتكون بدلا من أحد لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت وهذا هو المشهور أنه خرج بأهلي وخرجت معه امرأته ثم لما كانت الصيحة التفتت امرأته فأخذت مع كل قومها والأشهر الفتح يعني فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها بدليل قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ومرأة لوط ليست من المؤمنين ولم تخرج معه إذن هذا يظهر منه أنه قراءة الفتح أي فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها لا تأخذها معك وجاء في آية أخرى ولا يلتفت منكم أحد في الحجر ولم يذكر المرأة فدل على أن المرأة لم تخرج أصلا مع لوط بل بقيت مع قومها لما أراد أن يهاجر من البلد بالليل بقيت قالت لا أريد أن أخرج معك وهذا أيضا من خيانتها له لأنها على دين قومها قبحها الله يقول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا أي بعد أن خرج لوط وخرج معه أهله وهن بناته صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا جعلنا عاليها سافلها وذاك سميت المؤتفكة التي قلبت رأسا على عقب قال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل السجيل هو الحديد الشديد من سجيل منضود المنضود هو المتتابع يعني وراء بعض حجارة وراء حجارة حجارة وراء حجارة منضود منضد موضوع بعضه فوقه بعض قال من سجيل منضود مسومه عند ربك مسومة المشهور يعني على كل رجل اسم هذه الحجارة كل حجارة عليه اسم رجل تأتي عليه تمام تضيبه هذه الحجارة قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد كيف فعل الله بهم قيل إن جبريل صلوات الله وسلم رفع القرية كلها عن وجه الأرض رفع القرية كلها عن وجه الأرض بجناحه حتى بلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها ثم جاءتها الحجارة ولذا قال الله جل وعلا والمؤتفكة أهوى أي رفعها ثم أهوى بها إلى الأرض وقوله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد ما المقصود بهي وما هي من الظالمين ببعيد أي هذه الفعلة بقوم لوط ما هي ببعيد على من فعل مثل فعلهم لنفعل النبي كما فعل بقوم لوط أو وما هي أي قرية من الظالمين ببعيد كما قال الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها يعني هذه القرية ليست بعيدة من الظالمين بل يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بأهلها بقي علينا أن نعرف هل يجوز أن نقول إنما فعله قوم لوط لواط كما يسميه كثير من الناس الصحيح أن هذه التسمية خطأ وقد كان شيخنا نعثيمين رحمه الله تعالى ينكر هذه التسمية ويقول خطأ أن نسميها لواطا بل نسميها كما سماها الله تبارك وتعالى عمل قوم لوط وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تنسب إلى لوط فهذا خطأ فلا يقال لواط خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشر بل وخطأ من حيث العقل أما خطأها من حيث اللغة لأن اللواط في اللغة الإصلح لا تيلوط لوطا أي أصلح أصلح الشيء وذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم أول من يسعق رجل كان يلوط حوضه أي يصلح حوضه وإذاك اسم لوط اسم طيب أي المصلح لوط هو المصلح صلوات الله وسلامه عليه وذاك عندما نقول هذا لوطي أو هذا يلوط أو هذا لواط هذا مثل تسمية الخمر مشروبات روحية أو الربا فائدة تسمية طيبة هذه سميناها تسمية طيبة إذا قلنا لواط بل لواط الإصلاح واللوطي المصلح فخطأ من حيث اللغة أن نقول هذا لواط وخطأ من حيث الشر لأنه ينسب هذا إلى لوط ولوط بريء من ذلك بل هذا هو الذي كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة فصارت تنسب إليه صلوات الله وسلامه عليه وخطأ من حيث العقل أنت الآن هل تأنف أن يقال لك محمدي؟ لا تأنف للعكس تفرح أن يقال لك محمدي أنك تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن يأنف الكثير أن يقال له لوط أي نسبة إلى لوط أو نسبة إلى اللواط بل نسبة إلى لوط كما يقال عيسوي وموسوي وإبراهيمي وهكذا فالصحيح أن تسمية هذا الفعل الشنيع لواطا خطأ بل جاء في الحديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط ولم يقل من رأيتموه يلوط أو يلاط به فهي خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشر وخطأ من حيث العقل كذلك ومن نظر في واقع الناس اليوم لوجد أن الليلة تشبه البارحة وقد انتشر هذا الفعل المشين الآن في كثير من المجتمعات ويذكر هؤلاء الشواذ جنسيا في إحصائياتهم أن عددهم يبلغ ستمائة مليون شخص يفتخرون الآن على وجه الأرض بأنهم شواذ جنسيا وعياذ بالله وهذه بعض الإحصائيات ستة واربعين بالمئة من المصابين بالإيدز هم من هؤلاء الشاذون جنسيا وأما نسبة المصابين بأمراض جنسية أخرى غير الإيدز كالهربز وغيره فأيضا هؤلاء يمثلون منهم ستين بالمئة متوسط أعمارهم مع أعمار غيرهم هم أقل عمرا من غيرهم من الناس بخمسين وعشرين سنة وإذاك متوسط وفياتهم في الخامسة والثلاثين أكثر وفياتهم في الخامسة والثلاثين ما يعمروا طويلاً ثم علينا أن نعرف كذلك أنه في أمريكا وحدها بل في كاليفورنيا وحدها عدد الزيجات الرسمية بين رجل ورجل بلغت مئة ألف مئة ألف زواج رسمي بينهم وأما الذين يعيشون ذكر مع ذكر مع بعض بدون ورقة فهم ثلاثة ملايين ولذلك هذه انتكاسة في الفطرة لا شك وكما قلت ما أشبه الليلة بالبارحة فهذا العدد رهيب جداً وكونهم ستمائة مليون عدد ليس بقليل في المجتمعات في هذه الأيام بل إن هذا الفعل تعافه حتى الحيوانات وقد ذكر أن الحيوانات لا يمكن أبداً أن ينزو ذكر على ذكر وقد ذكر الجاحض أنه لم يعرف في الحيوانات أنه ينزو ذكر على ذكر إلا في الحمير والخنازير هي التي فيها ينزو الذكر على الذكر أما في غيرها من الحيوانات فلا ينزو الذكر على الذكر في شرعنا عقوبة من أتى هذا الفعل ذكر شيخ الإسلام من تيميا الإجماعة من الصحابة وغيرهم أن من فعل هذا الفعل يقتل وإن كانوا اختلفوا في صفة القتل كيف يقتل فنقل عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يرمى من شاهق يعني كما فعل بقوم للطرف يعتقرية ثم أهوية بها وقال علي يهدم عليه حائط أي يوقف وتسقط عليه الحائط الجدار يسقط عليه جدار يعني يرجم رجماً بالحجارة وقال ابن عباس يقتل بالحجارة الفاعل ومفعل به رجماً كما يفعل به الزناة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه الجريمة أشنع من الزناة لأن وط من لا يباح بأي صورة من الصور أشد عند الله من وط من يباح في بعض الصور لأن هذه الزانية قد تتوب ويتوب ويتزوجها ويجوز له أن يطأها لكن بأي حال من الأحوال لا يجوز أبداً أن يطأ رجل رجلا فهذا حكمه في شرع الله جل وعلا أذكر الدروس المستفادة بصورة سريعة أولاً شناعة هذه الجريمة وهي جريمة قوم لوط كذلك إذا انتكست الفطرة فإنها ترى القبيحة حسناً وتصير الجريمة أمراً مألوفاً كذلك نأخذ صبر لوط صلوات الله وسلامه على قومه كذلك اللجوء إلى الله عندما قال أو آوي إلى ركن شديد إذا قلنا إن آوي أو بمعنى بل أي للإضرار كذلك سقوط الأخلاق سبب لنهاية المجتمعات كما وقع لقوم لوط كما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كذلك أن قوم لوط لم يسبقوا بهذه الفاحشة فهم أول من أظهر هذه الفاحشة قال الله جل وعلا ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ثم كذلك نأخذ كرم لوط ورعايته لضيوفه ومدافعته عنهم صلوات الله وسلامه عليه وأن العاقبة للتقوى وأن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف دينه بل إن هذا لا يرعى عند الله تبارك وتعالى بل الرعاية عند الله جل وعلا للمؤمنين والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد أب لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اللذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تقلون شكرا